ولكن نأتي إلى أيضاً أحد الفقرات هنا في هذا الصباح إنجاز قياسي مشاهدين جعل من طيران الإمارات تستعيد حركة النقل الجوي والسياحة بالفعل في السنة المالية المنتهية بمارس الماضي شهدت أرقام قياسية من حيث الأرباح والإرادات بنمو 81% عن النتائج السابقة نعم طيران الإمارات أو روح دبي كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ساهمت كذلك في النمو المذهل الذي حققته دبي في إعداد الزوار الدوليين للعام الماضي بنسبة 97% وقفة مع هذا الإنجاز في تقرير محمد علي يوسف رحلة مليئة بالمغامرات والتحديات بدأت في العام 1985 حيث ولدت طيران الإمارات شركة الطيران التي تحدث الصعب وتحولت إلى أسطورة حقيقية بدأت بأسطول صغير ورحلات معدودة ولكن الشغف والرؤية الجريئة لقادتها جعلها تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف على مدار 38 عاما نقلت ما يقارب ثمن سكان العالم وملايين أطمان البضائع من وإلى دبي وعبرها طيران الإمارات سحرت قلوب المسافرين بتجارب سفر لا تنسى واستطاعت توسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 150 وجهة في أكثر من 80 بلدا حول العالم مغامرة جديدة ومثيرة تطلع المستقبل في وجه التحديات المستمرة ليظل طيران الإمارات على رأس السباق مستعداً للاستكشاف والتجيط بفضل تركيزها المستمر على الجودة والابتكار تسعى الشركة لتطوير تكنولوجيا جديدة وتحسين الخدمات لتلبية تطلعات المسافرين لتكون الرحلة القادمة مليئة بالمفاجآت والمغامرات الجديدة التي ستأخذ المسافرين إلى عوالم لم يتخيلها من قبل للحديث أكثر عن الموضوع بينضم لألنا السيد عدنان قادم الرئيس التنفيذي للعملية التجارية بطيران الإمارات صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا صباح النور ومشكورين أهلا الدعوة طبعاً طيران الإمارات من أول ما تأسست كان الهدف واضح ما كان بدكن تكونوا ضمن أفضل طيران العالم كان بدكن تكونوا الأفضل المهمة شقة ولكن أثبتتم عن جدارة تحقيقة كيف تم التوصل لها المراتب المتقدمة؟ والله في بداية الأمر يعني هاي كلها مبنية على الرؤية الشيخ محمد براشد في 1984 لما طلب الفريق يكون طيران المرات الرأي كانت مبنية على كيف نوصل طيران المرات بين الشرق والغرب عن طريق دبي أنه كيف نبني أو ننمي اقتصاد التبعي وكيف نيب سياحة إضافية للمراتب بس في نفس الوقت الشرق تكون مبنية على الربحية وتكون مبنية على الجانب التجاري البحث تركيز الفريق كان دائما على كيف أنه عشان ننافذ شركات وعنها باء طويل في المجال نركز على جانب الجودة جانب الابتكار نكون عندنا الأسبقية في موضوع الأشياء الجديدة اللي ممكن نحطها في الشركة وفي نفس الوقت الاستثمار اللي عملنا في الشركة مبنية على الطائرات العريضة أنه كيف نربط بين الشرق والغرب فبالتالي الطائرات كانت كلها طائرات ساعة مقعدية كبيرة وكانت عريضة عشان توصلنا لكلها المدى اللي كنا نحتاجه بين أن نوصل الركاب من الجانب فكلها مبنية على رؤية واضحة جاية من الشيخ محمد براشد حفظ الله نعم دائما رؤية سموة في كافة المجالات تعطي أكيد ثمارها وأكيد نجاحها يمكن اليوم لما نتكلم عن بعض الأوقات التي يمكن أثرت على كافة المجالات اليوم نتكلم على جائحة كورونا أكثر الشركات اللي تأثرت هي شركات الطيران اليوم ووضع طبيعي تكلفت المطارات وإلى آخرة طيب اليوم طيران إمارات بالعكس حافظت على أرقام يمكن يعني صحيح هناك كان هناك تأثر لطيران إمارات ولكن كانت أفضل من أي شركة طيران أخرى كيف قدرتم تحافظون على هذه الأرقام والحمد لله يعني حسب النتائج اللي هنا عنها كانت نتائج قياسية أول مرة نوصلها من ناحية النتائج الربحية من ناحية الإيراد 119.5 مليار وصلنا إلى 42.5 مليار سيولة النقدية في الشركة يمكننا قبل الجائح يمكننا وصلنا إلى 25 مليار أدد اركاب تقريباً نقلنا في حدود 43.5 مليون راكب في الحمد اللي أنا أتشوف يعني السبب في كل هذا يرد القرار الشيخ محمد في جوليو 2020 يوم فتح دبي للسياحة طبعاً فتح الأجواء للسياحة استقطبنا سياحة من كل مكان وفي نفس الوقت التدابير الجائحة والتدابير الصحية كانت موجودة في كل مدينة دبي سواء في الفنادق أو في الشوپنج مولز أي مكان الواحد يروح لك فالتدابير كانت موجودة بس ها خلانا أن نحن نبني شبكة الطيران بوتيرة أسرع من شركات كثيرة يمكن نحن استردين يمكن 70 أو 80% من شبكتنا في هاكل وقت في 2020 يوم الدول كلها كانت مغلقة والشركات الطيران كانت بعدها ما تشتغل فنحن كان عندنا سبق في الشيء استفدنا هذا السبق من قرار الشيخ محمد في يوم الحركة بدأت ترد في 2021 أو 2022 نحن كنا ماخذين باع طويل في الشيء يعني من ناحية الشبكة الطيران من ناحية السأل المقعدية اللي كنا حاطينا في دول العالم واستفدنا من هالشيء والحملة كانت محط أنظار العالم الحملة اللي رحبت بالجميع بأرجاء دبي كانت على قدر من التميز ووصلت للعالمية بالحديث عن صاحب السمو الشيخ محمد دمد راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله غرد وقال طيران الإمارات روح دبي طبعا هيدش هيدة بتنحط على الرأس ولكن بالوقت نفسه بتحملكم مسؤولية كتير كبيرة شو الجهود اللي عم تعملوها حتى تحافظوا على هالمرتبة وتتقدموا أيضا إلى الأمام طبعا الشيخ محمد بن راشد حفظ الله ويانا في الشركة سواء كان على أدق التفاصيل أو حتى الدعم اللي نحصله وكي مجالات كثيرة سواء في طلبياتنا للطائرات الكبيرة اللي عملناها في الماضي في أوقات الأزمات يمكن نحن طلبنا طائرات تبكر 50 طائرة وكان الدعم ياي من الشيخ محمد يعني في هاكل وقت في أيام الأزمة وجوده كان معانا وعلى التصال مع الشيخ أحمد بتواصل مستمر فبالتالي نحن وحتى زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وزيارة الشيخ مشتوم أكيد كان له دافع إيجابي وإيجابي قوي وأكيد بيعطينا هذا الدافع أن نقدم الأفضل ونبتكر أشياء جديدة ونتوسع إن شاء الله في المستقبل فحتى أن هذا الشيء كان مثل شهادة تقدير للشيخ أحمد على مجهودة أثناء الجائح يعني يمكن نحن كنا قريبين جدا منه في أثناء والشغل اللي كان يشتغل الليل النهار يعني ورغم الأجواء كانت ما كانت جيدة يعني بشكل عام مش مريحة مش مريحة نعم بس الحمد لله يعني بتعاون الجميع وأنا أشوف بعد يمكن نرد النجاح بعد للتعاون الجميع في دبي صحيح يوم نشتغل في دبي نحن نشتغل كفريق واحد صحيح والكل متوعاون والكل يحاول أن يوفر لك الحلول بدال العراقيل يعني سواء كان من جانب الشرطة دبي من ناحية الهجرة والجوازات أو من جانب دارة السياحة والاقتصاد يعني من كل الدوائر شغالة لهدف واحد روح فريق واحد فريق واحد ونحن جزء من هالهدف هذا نعم وشفنا نحن يعني يوم من كامير يوم الـ RTA حطوا البوردات التهنة لطهران المراد في شوارع دبي شركات مستقرصات هذا دليل يعني كيف لنا شركات كلها متآلفة ومترابطة في بعضها نعم وهي آيت طبعا أكيد من من دعم دعم اللي نشوفه يعني من شيخ محمد بن راشد ومن شيوخنا الكرام في أن نوصل لهذه المرحلة من النجاح الحمد لله أكيد دائما يعني طيران الإمارات تجدد وجهاتها أو يمكن خلنا نقول تكون هناك وجهات مستحدثة وجديدة نحن نقول كت يعني تكون لتقليل المسافة يمكن كانت بدال ما تنزل كذا فيكون دايركت إلى الوجهة هذه اليوم أنتم إذا صح التعبير نقول عنكم سعادة دبي أو روح دبي مثل ما أطلق سيدي صاحب السمو أو ناقل السعادة في دبي ما هي الوجهات أو البلدان اللي أيضا طيران الإمارات يقدر يروح لها دايركت؟ والله اليوم نحن نغطي كشبكة طيران الإمارات أكثر من 140 وجهة بين الشرق والغرب اليوم يمكن وصلنا طيرات لين 17 ساعة رحلات مباشرة بين دبي لين أوكلند لين أستراليا، سيدني، ملبن وفي الغرب وصلنا يمكن لوس أنجلس يعني حوالي في حدود 16 ساعة 16 ساعة ونص إلى ريود جانيرو إلى بين سارس يعني كل هاي رحلات يوم من الأيام محد كان يتخيل أنه دايركت أنه فيه رحلات مباشرة بين دبي لهالمناطق هاي واستثمرنا فيه الشي يعني إذا تأخذ استثمار شركة طيران الإمارات كان كيف أن الشركات اللي تصنع طيرات هاي تعطينا هالطيرات اللي نقدر نوصل 16 ساعة و 17 ساعة في دبي خلقنا مثل هاب في دبي أن نربط الشرق والغرب على رؤية الشيخ محمد بن راشد في 1984 فاليوم ونحن مستمرين في هالوجه في هالتطور يعني اليوم يمكن نحن عندنا 200 طيارة في البايبلان وكلها طيرات هاي طيرات ذات المدى طويل وعليها الساعة المقعدية من الترابل سبن ناين اكس ولا الأيربال ثري ففتي نعم كلها طيرات يعني ممكن تسوي لك 17 ساعة 16 ساعة رحلة واعلننا عن خط جديد بعد رغم من الجائحة ورغم من شغالين في موضوع أن نردل شركة لوضعيتها الطبيعية أعلننا عن مونتريال في وجهة جديدة في 5 جولاي 2023 إن شاء الله ومعدة الرحلية يومية يشهد لكم أنه ما هتميته فقط بالجانب الميكانيكي أو التقني من ناحية الطيارات وأنما أيضا هتميته بالمسافر يعني بتأدلوا خدمات عديدة ولكن لما منحكي فيرست كلاس على طيران الإمارات منكون عم نحكي عن عالم آخر المسافر ممكن يشعر أنه هو بفندق خمس نجوم أو حتى أكتر لين السحاب أديها الأمر يعني لكم وأدي بتهتموا أيضا بتدريب طواتكمكم على توفير هالخدمة وهالرفاهية طبعا نحن الدرجة الأولى من الدرجات المهمة في طيران الإمارات يمكن نحن اليوم كل تركيزنا كيف نوصل الراكب أن يحس في درجة الأولى أنه جالس في مثل طيارة خاصة طيارة خاصة كيف الكراسي اللي ممكن يحصلها والخدمة اللي ممكن يحصلها المينيو اللي يعطينا عند اختيار أن يختار بين يمكن أطباق مختلفة الجهاز الترفيه اللي حاطينا في الطيارة حوالي يعني 32 بوصة يعني هذا تقريبا من أكبر الشاشات الحالية الموجودة يمكن في الأجواء نعم إذا تأخذ الغرفة اللي مسكرة إليك يعني تتحكم في اللينارة في التكييف خصوصية خصوصية كاملة يعني ما حد يوصل الفيرس كلاس هو درجة الأولى لهذا المستوى نعم في حد أنه في وقت من الأوقات الشركات عديدة في العالم تحولوا من الدرجة الأولى إلى درجة الرجال الأعمال وبدوا يشلون من طهاراتهم هذة درجة رغم أننا نحن استمينا وكبرنا وحتى طورنا حتى في المجال هذا وفيه طبعا تدريب كامل للمضيفين الجويين كيف يخدمون الركاب في المجال فاليوم يمكن الرقم أحد يعرفه يمكن اليوم يمكن نحن نمثل 30% من درجة رجال من درجة الأولى من ناحية الساعة المقادية نوفر طيران المارات شركة وحدة 30% من العالم يعني الكراسي الموجودة في العالم نحن نقدم اليوم ومقارنة يمكن أكثر من 200 شركة طيران في العالم موجودين فهذا رقم كبير ومدى إيماننا بهالدرجة في نهاية الأمر هذا تميز آخر أيضا في طيران الإمارات أكيد يعطيكم ألف عافية أكيد نحن نبغي نتكلم أكثر عن طيران الإمارات هو الحديث فقط عن طيران الإمارات يشعرك أنك أنت باتر تبا تحجز وتسافر 100% طيب سيد عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات شكرا جزيلا لك شكرا شكرا شكرا